عن جديد مشاهدينا نرجع نحن وياكم واليوم كمان منرجع عن جديد مع زينا يزبيك زينا أهلا وسهلا فيك معنا اليوم والله اشتقنا لي وانا كمان اشتقنا كتير لنحكي عن هالقطاع التربوي وتطوراته وتداعيته علينا وعولادنا وعيالنا اليوم موضوعنا هو تقبل التغيرات بعملية التربية والتعليم ومثل ما بيقول ومثل ما بلشت انت كمانا بهيك بالشي اللي بدنا نحكي قول عن المربي سيلستان فريني بيقول لكل عصر تربيته وتعليمه ايه لانه هو بيقول يعني انا عن جد بنقول التربويين هو اصلا كان مربي وقتها بيكون اصلا مربي يعني بالحياة العملية خلق تربية خلق واتسائل وادوات بوقتها كانت بتجني رح نحكي عنا شوي بس هو الهدف الاساسي هو ادي احنا منتقبل التغيرات اللي عم تصير هلأ حاليا من وراء الاقتصاد من وراء جائحة كورونا نعم كنت عم بعمل هيك شوية ريسورتش والقيت انه منظمة الامم المتحدة عن جد عملت عملت ريبورتز عن تقرير عن شو عم بيحسوا شو هي الجائحة اللي عنا وشو تأثيراتها صراحة اللي لفتني اكتر شي هي التغيرات خلال وبعد جائحة كورونا اللي عم يقلوها اول واحدة هي تفاقم اوجه التفاوض في الحصول على فرص عمل فرص تعليم فرص تعليم وتعلم يعني الناس اللي بالريف يمكن عم تتعلم غير الناس اللي بالمدينة الناس اللي بمدرسة خاصة عم تتعلم غير عندها شانس اكتر جعنا تأثر قطاع التعليم والتدريب على جميع المستويات عندنا التعليم المهنة ما ننسى انه مش بس تعليم جامعي عندنا التعليم الجامعي التعليم المهنة التقنية تدريب الاسات زي عندنا التعليم النظامي والغير النظامي عندنا نحنا بلبنان عندنا اللي جئين السوريين يعني كمان حق الولد ليتعلم ان كن لاجئ وان كن مقيم يعني وان كن لبناني حق الولاد يتعلموا كمان هي عم بتأثر هيدا هو بالتفاوض هنا كمان الأثار المطلاحكة الممتدة إلى ما هو أبعد من التعليم اليوم ممكن ضيفتك رح تحكي شوي عن الأمن الغذائي اللي عم يعملوه من بعد أنا كمان الأمن الغذائي مهم العنف يعني صاروا بالبيت ما رح نقول مستوى أدنى مستوى أقل مستوى ما رح نحكي هوني على راسيفيكاسيون سوسيال رح نحكي على التأثير والتأثيرات اللي عم بتكون موجودة عنا ما عنا استقرار اقتصادي أبدا 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 بعدين وقتها سكرت كل المدارس مش بس لبنان تأثر أكيد لبنان كلها تعلم عن بعد صح إن كان إذا حكينا شوي بأفريقيا إذا حكينا شوي بآسيا بأوروبا كل بلد عم ياخد طريقة وكل بلد عم يستخدم مجموعة واسعة من أدوات التعلم حسب شو متاح عنده مثلا في كتير ناس عملت البث التلفزيوني في كتير ناس عملت البث الإزاعي في كتير ناس بتسمع وأنا انتبهت ستعم بسمع باللغة العربية باللغة العربية على إزاعات مثلا ورح عمل دعاية على الإزاعات بس إنه قصة صغيرة للولد بيسأله أسئلة بس ليه تفاعل أوقات عندنا كمان حاجات المعلمين واحتياجات المعلمين شو بدتون أنا إذا أنا عم بعلم عن بعض وفجأة أطع مثلا بريح عندي إكسپيريينس كنت عم بعلم أنا أطع على الإنترنت والكنيكسيون وصار بورتابلي مع الإنترنت عندي دقيت على الجيران طلوم بليز عطوني الواي فاي طبعا كون لأ بدي كان في التعليم هيدول ضيق عشر ضيق من الساعة ليه؟ ببعرف أكيد بدي أسأل آي تي بها القصة بس هيد القصص يلي احتياجات المدية يعني نحنا عم ندفع كأسادزة ده عم نقبض عنا كمان أجور الناس يلي عم تشتغل بالتعليم يعني إغلاق المدارس جربت الإدارات ما دفعت معاش كامل للأسادزة هلأ عم بحكي بالكتاع الخاص بلبنان مش بالكتاع الرسمي بدول حدنا مجاورة بدول غير بالكتاع الرسمي كمان ما دفعوا بعدين اللي أنا شفتها ملنا ملحوظة مية بالمية بالتقرير هو مشاركة الأهل في عمليات تعلم والتعليم أنا حبت زيدها لأنه هيده كمان من التغيرات يعني صاروا الأهل بدوا يغيروا طريقة تعيش صاروا الأهل إذا عندهم ثلاثة أولاد بدوا يشوفوا كيف الدنيا قعدوا صاروا الأهل أولاد على التليفون عم يحضروا صف أولاد على اللابتوب عم يحضروا صف أولاد على الآيباد إذا ما عندهم بيسعيروا تبع الجيران يعني حتى الأم بتزبط وقتها تتكون بالبيت مع الولد لأنه عم تشتغل بيتقاصموا غير أنه في كتير قصص مدية ما فيون عليها بقى هيدولي كلهم لو عم نحكيهم بسرعة هيدولي كلهم أثروا مشان هيك أنا انطلقت من فكرة فريني يلي كان عم بيقول أنه لكل عصر تربيته وتعليمه اليوم يعني إحنا بلشنا باستخدام التكنولوجيا التعلم والتعليم واستخدام التكنولوجيا من قبل كيف بلش كيف وصلنا تنوصل على الآيباد وعلى التعلم عن بعد إيه يعني إذا بدي انطلق من فريني يعني هلأ إذا بتقطعنا الباوربونت شوي بيفهموا شوي المشاهدين صور يلي عم بحطها هلأ هو هيد الصورة بحد زيتها نقيتها أنه على لبس البنوت يلي هي أبيض مع بابيون بابيون أجميلة ما بدي أقول أنسيان بس أنه بتعني أنه بمحل معين كان طريقة معينة للتعليم مع الأدوية حواليها مع ضو مبيع هيدا الدو على طول نحنا بالحياة في ضو إن كان ضوينا شمعة وإن كان ضوينا لنبة وإن كان ضوينا أنديل أغاز نحنا على طول بحاجة لضو هيدا الدو بدي يكون فعال مع المجتمع الحالي اللي نحنا عم نشتغل هلأ إذا ما ننطلق بفرينة بفرينة بلش بالطباعة تتذكري طبع نطبع أن نحنا نحط الحروف حد بعضها ونطبع كان في داكتيلو نطبع الداكتيلو هيدول كلهم خلق شي اسمه كوريسبوندانس يعني كوريسبوندانس ساعديني شوي بالعرب المراسلة 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 بين الصفوف والمدارس بس يا ريت نطلب من المخرجة بس تحطي لنا بس تحطوا الصور الصور بليز مارسي هو فرينة نعم لونيك برينتيك تيكنيك صار عم يتعود كيف دوليد يتعلموا من خلال التباعة من بعد لا عم يتعلموا من خلال التباعة تبعدين يكون عندون نص وهيدا النص الولد عم يكتبوا الولد عم بقرر شو بدي يكتبوا من بعد النص من هنعمل جريدة يلي إذا بس بناخد المسار جريدة جريدة موجودة حاليا على الويب سايتات يعني جريدة موجودة على الويب سايت صاري هو خلق تعلم التعاوني يلي هلأ حاليا باي باي انترنت عم جرب نعمل عم جرب نعمل تفاعل ورا الشاشة خلق شي اسمه مثل ما حكينا قبل مراسل نعم إذا هيدول كلهم الوسائل اللي خلقها حاليا بمدرس ببرة بفرنسا وأنا حطيت مقطع بالفرنساوي شوي أخدته مثل منه على الانترنت هو وعم يحكوا شوي عن طريق التربية هو مادامته إليز فرنساوي قالوا من الطباعة للتكنولوجيا للكتاب الرقمي بس أنا تأوصل على كتاب رقمي مش معقول ما أمرق بالطباعة مش معقول ما أمرق بالطباعة تأمرق بالكتاب الرقمي هيدا هو هيدا هو أنا انطلقت من قصة فرنساوي انطلقت لأنه أنا تربوية ونحنا هون اليوم تربية مهم نعطي نعطي نكهة اللي عم نعطي نكهة سيونتيفيك شوي للحديث اللي عم نقوله يعني هون كمان منشوف بالصورة أنه بوقت الواب يعني بوقت الانترنت وكل شي أنه هيدا امتداد لدماغ تلميذنا صح هيدا امتداد يعني أنت طريقة استخدام الواب هي طريقة واستخدام التعلم عن بعض وطريقة الأدوات اللي بديك تعاليها هي بتساعدك لتنمية تنمية مختلفة لدماغ لونت نعم ونقدر نستعمل دايما لزوتية يعني الوسائق الأدوات الأدوات طبعا الوقت اللي نحنا عايشين زمن العصر اللي نحنا عايشين في صح ومن هالمونطلق شوي أنا لو عم بسريع أكيد وقتها منطلق من المفهوم الحالي لأنه منعرف أنه عن جد شو ما عملنا بلاتفورم تربوية نحنا منساعد بنصاق نحنا طالب منساعد الأهل منساعد الأستاذ ومنساعد جميلا المرشد لأنه هو التربية ما بتوقف على الأستاذ بس نعم هي عملية متكاملة ومتشاركة بقى أنا وزميلتي هنا أستيس بيداجوجيك صح يلي مشتاقتلة هلأ ما قدرت تكون معنا لأنه ما علي هلأ بنا نخدها باتصالها شو عم تعمل هلأ عم بتعلم عن بعض صفوفة بقى طلبنا مننا أي وقت فيها بقى حدرتنا الوقت يلي منقدر شو قصة أستيس بيداجوجيك زي نعطينا هيك بريف عنا قبل ما نحكي هانا نحنا كتير عم بتعطأ نشتغل بالتربية إن كان بالجامعات وإن كان بالمدارس وإن كان جمالا بالتعليم المهنة نحنا قلنا إنه خلنا نعطي نصائح وأفكار ونتشارك أفكار إذا في أستاذة بدأت تحكي شوي كمان تكون موجود هالبلاتفورم لنتشارك هلأ كل مرة بنعمل لقاء بتخبرك عنه شوي هنا أكثر بنعمل لقاء تام هالتام بناخده ومن خلال بلاتفورم تاني زوم مع فيا زي أن أن هلأ عملنا لدي عايي مرلقانيها زي أن أن بنطلع كل أحدين لايف ساعة سبعة نهار الأحد على مشروع ونستقبل ضيوف لنشوف مع هنا لك سهلا لأنه هلأ صباح الخير هلأ صباح الخير هلأ كيف اشتقت لك بونجور لزينا كمان بونجور وأنا اشتقت لك صباح الخير هلأ ويعطيك العافية اليوم عم بتعلمي عن بعض وشكرا لوقتيك مضبوط مرسي لألكون يعني هيك مرات بدنا نتأقلم مع الظروف وقدمع فينا أكيد ونفس الوقت مع شغلك هلأ كيفينا نساعد بأستيوس فيداجوجيك هو المنبر اللي أنت وزينا قررتوا تعملوه تحتى تقدروا تساعدو وتتشاركو أنتو وخبراتكم مع أشخاص عبر ذو خبرينها شوية عن هال هي الفكرة بلشت أنا وزينا استفيد من خبرة زينا الطويلة بالتعليم والكويدناسيون والتدريب ونفس الوقت خبرت العلمية وكمان التدريب للمعالمين نتشارك هيدا الأمور سوا ونوجه بتعس الإدارة إدارة الموارد البشرية هي المهمة والموارد البشري بالمدرسة هو أهم عامل هو اللي بيقول هيدا المدرسة بدأ تنجح أو عملية تعلم والتعليم بدأ تنجح أو لا كان في عنا أهل وعنا معلمين وعنا متعلمين وهنا الثلاث أقطاب اللي بيساهموا بنجاح أي عملية تعليمية فنحن بأستوث فيداجوجيك طلعت الفكرة أنه نستفيد من الأشياء اللي نعرفها خبراتنا وكل الإكسperience طبعنا خصوصا زينا عندها مجال كتير طويل بهيدا المجال وأنا بالرشال طبعي نقدر نوجه نصايح لهول الأشخاص نحطهم على نجرب نساعد بحل مشكلاتهم نعطيهم ندويلهم على أفكار جديدة يمكن خصوصا هلأ بالتعلم عن بعض والمشيك اللي عم بتصير كورونا الوضع النفس التربة والمتقز كلها الأمور هاي ونظلنا نركز دايما على أنه إدارتهم لهول الموارد البشرية كأهل كمعلمين كمتعلمين هن الأهم وهن اللي دايما بأستروا إيجابا بطريقة ملموسة من خلال الإنتاج إن كان المعلم بالطريقة اللي عم بيعلم فيها أو المتعلم بالطريقة اللي أنتج فيها كيف فهم الموضوع والأهل كيف عم يتعاطم على الولاد نعم الأستس فيداجوجيك طلعت بقعدة بيني وبنزان فجأة طلعت ضوط الفكرة وتحولت من فكرة مزح لفكرة جد وبلشنا فيها إلنا تقريبا شهرين هي على فيسبوك بلاتفورم عم نطلع منها دايما أحاديث أعداد تربوية بكل فيها مختصفين بلبنان إلن مركزهم وإلن أكيد إفادتهم للمجتمع التربوي بالشراكة مع ZNN اللي هي شبكة شبكة إخبارية ZNN عندها الإمكانيات أنه تعطينا زوم من عندها وبالشراكة معه نقدرنا نطلع بكذا أحد كنا عم نطلع أحد أي أحد لا بمواضيع جديدة وهيضا الأحد عندنا موضوع كتير مهم بالنسبة لألنا هو لمعجي دولار ورح يكون في معنى ندا ندا يزبك اللي هي دجا إكريفان ومألفة كتب موسيقى للولاد وكتير من الأشخاص أسادة أسادة الفن والتربية والأغ يعني نعم ورح تكون كمان حلقة مميزة جدا من ومن أستيس بيداجوجيك رح نطلع فيها الأحد ساعة سبعة فبقول لك كل اللي بدون ينطرون دايما ينطرون على كل أحد أكيد بس بكمين هنا معنى 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 بسيكولوج مش هي أكيد أكيد بسيكولوج ومعلمة آر تاني مش بس أكيد أكيد معلمين أكثر من حدا قلت أنا أنا حيكون حال دايما منوعة جدا حننشتغل كمين حننائش إذا بدكم جزء النفسي وأكيد شو الأفتيانس لتتركوا عملية التعليم بالفن بالموسيقى على الولاد وعلى نفسيتهم وعلى رغبتهم بالتعلم شكرا إليك هانا ويعطيكم ألف عافية شكرا كتير وأخذنا من وقتك مارسي هانا شكرا يعطيكم العافية زينا عكل هالشي بدي بس قبل ما نختم هيك بديقول لشغلة إنه نحن عن جد بلشنا أماتور وطريقة هنا يلي أنا بقول لازم تكون إعلامية طريقة الشغل تبعها والبحث تبعها على الطول بيكون مصوب والسيانتيفيك هلأ تبادل الخبرات مع بعضنا بعدين بديقول شغلة كتير مهمة نحن هون عابرين للطواقف يعني نحن قطع عمشتغل مع زين آنية للشبكة نحن موقفنا للبلد نحن بشغل الهدف تبعنا هو نعطي التعلم للكل ما لنه تعلم للمسيحي غير تعلم للمسلم غير تعلم لدرز لأنه هيدا هو التربية والتعليم تربية والتعليم ما بتميز تربية والتعليم هي عكل الوطن عكل سعيد الوطن وكل الأشخاص بتتعاون من أي فئة كانوا هيدا هو الهدف وإن شاء الله نقدر نوصل من أماتور يعني باللشنة حسين أنه لازم نتواصل مع الآخرين لازم نعمل تبادل الخبرات بيننا وبين الآخرين مشن هيك رجع برجع بقليك يعني أنا مثلا بعيدة كتير عن الريزو سوسيو أنا أقرب مني لأنفرق العمر ولكن يعطيكم العافية هالمبادرة الحلوة وبالفعل بتساعدوا كتير ناس كمانا هيك إن شاء الله أكيد شكرا زينا دايما على الأشي اللي عم بتقدموها به هالكتع التربة واللي اليوم هيك مخضوض بسمة مثل ما قلت مثل ما فرنقة لكل عصر وإلو تربيته وتعلمه تربيته وتعلمه مشاهدينا شكرا للمتابعة بريك ومنرجع اشتركوا في القناة